مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة السادسة تحياتي الكل اللي بيتابعوني على شاشة النادي الأهلي مش هقول مبروك لكن فرحان فرحة كبيرة جدا مش بس بالعرض المميز وبالفوز على منتخب من أفضل المنتخبات وأقوها في بطولة أمم إفريقيا لكن مبسوط جدا 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 بعودة الروح عودة شخصية البطل لمنتخب مصر وصلنا قبل كده كاس عالم وصلنا قبل كده نهائي أمم إفريقيا قدام الكاميرون لكن في ولا مرة من دول حتى ما وصلنا لكاس العالم وصلنا لنهائي أمم إفريقيا وحتى وإحنا نلعب أمم إفريقيا على أرضنا نسخة 2019 ما شفتش لاش أخصية البطل ولا روح المنتخب لأول مرة من سنين طويلة جدا 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 يقدم المنتخب عرض قول عليه الأقوى قول عليه الأجمال قول عليه الأروع قول زي ما انت عايز تقول والكلام ده نسبت عليه بصرف النظر عن مباراة الكاميرون الكلام ده أتمنى الحقيقة يكون بداية لعودة منتخب مصر لشكله ووضعه الطبيعي اللي بنقوله على منتخب مصر النهاردة هو بالضبط بالضبط اللي كان مزعلنا هو بالضبط بالضبط اللي كان مدايقنا مش بس بسبب كارلوس كيروش بسبب كارلوس كيروش ويعني زمرت مديرين فنين قبل منه منتخب مصر غاب عنه والروح وغاب عنه الشخصية لسنين طويلة وهي وده اللي كان مدايقنا كنا واثقين دايما في لعبتنا وكنا واثقين دايما في إمكانيات لعبتنا حتى قدام القوى العزمة في أفريقيا ظهر ده قدام كوت ديفوار ظهر من بعده قدام المغرب وبشوف الحقيقة انه اللي يعدي من عقبتين بحجم كوت ديفوار والمغرب خدوا بالكونا لعبين مطش زيادة يعني تقريبا يعني يعني انت لعب مئة وعشرين في مئة وعشرين يعني 2240 فاضلك 30 وتقفل 3 مطشات فطبعا مجهود غير طبيعي منافسة ومطش المغرب على وجه التحديد كون ملعب 11 ضد 12 يعني أنا طبعا يعني مدرك انه فيه كلام كتير جدا عن التحكيم في بطولة قوم أفريقيا ومدرك تماما انه التحكيم الأفريقي مش في أفضل أحواله بقالنا سنين بنتكلم في ملف التحكيم وانه أخطاءه مؤثرة جدا وفيه أوقات كتير جدا بتبقى متعمدة لكن ما كانش مفهوم أبدا انه حكم سنغالي يحكم مباراة دور تمانية واحنا بنتكلم انه السنغال ما زالت طرف في البطولة ما كانش مفهوم أبدا أبدا المستوى السيء اللي ظهر عليه نداي الحكم السنغالي اللي بيحكم مباراة منتخب مصر وده يحطنا الحقيقة أمام عقب أولى في مباراة الكاميرون قبل حتى منتكلم على الغيابات الغيابات للأسف الشديد مؤثرة جدا جدا من بداية البطولة مش بس في مطش المغرب يعني فقدنا أكرم توفيق من بعده فقدنا الوينش من بعده فقدنا الشنوي وحمدي فتحي ومطش المغرب زاد أوجعنا بفقدان أبو جبل وأحمد حجازي اللي مقدروش يكملوا مباراة أطمن حضراتكم ان احتمالية حجازي وأبو جبل في التواجد في مباراة الكاميرون ما زالت قائمة وإن شاء الله بإذن الله الروح دي اللي موجود يسد يعني احنا قلنا أكرم توفيق هيأثر بالتأكيد ظهر عمر كمال عبد الواحد بمستوى ولا أرواح قلنا أنه محمود حمدي الوينش ما كانش فيه غنى عنه ظهر عبد المنعم بمستوى ولا أرواح وحتى في ظل غياب الشنوي أبو جبل قام بدور أكتر من رائع في مشوار المنتخب المصري فالحمد لله كل الموجود الروح الرهان على الروح يبقى بس أنه مصر تضغط بأي شكله من الأشكال وأعتقد فيه طبعا وهانس هانيا بوريدا في المكتب التنفيذي في التحاد الأفريقي من الممكن أنا عارف أنه الكاميرون هي الدولة المنظمة وعارف أنه الظروف كانت بفعل فاعل أو كانت غير مقصودة خدمت الكاميرون في أوقات كثيرة جدا في البطولة دي على وجه التحديد لكن اللي أعتقد أنه نحن لازم ندفع عنه وده حقنا المشروع هو مباراة الكاميرون كان نفسي جدا حكم كبير للأسف طبعا فيكتور جوميز كان بيحكم مطش السنغال كان نفسي جدا حكم زي فيكتور جوميز يبقى هو المسؤول عن مباراة دوره قبل النهاية لأنه حكم من أفضل الحكام الموجودين على الساحة من الصعب في ناس بتقول مصطفى غربال طبعا حكم الجزائري هو أيضا حكم متماس جدا لكن أنا شايف أنه هيبقى صعب قوي أنه حكم عربي يحكم للكاميرون على أرضها في مواجهة منتخب عربي وهو بالمناسبة الممثل العربي الوحيد الباقي فيه دور القبل النهاية ودور الأربعة كل التوفيق لمنتخبنا الوطني هتكلم بالتفصيل هقول لكم على آخر التطورات الخاصة بمنتخبنا والعين على خميس سبت حد خميس الجاية طبعا هتكون مواجهة مصر والكاميرون الساعة 9 بتوقيت القاهرة السبت يبدأ الأهلي مشواره فعليا في بطولة كاس العالم الأندية والمشوار بدأ النهاردة اشتركوا في القناة